وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكتيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المشروعات الإنتاجية لا سيما الموجه منها للتصدير وخلال اجتماعا مع رئيس الوزراء ومحافظة البنك المركزية وعددا من الوزراء وجه الرئيس السيسي كذلك باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة من حيث السيطرة على التضخم مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور رانيا المشط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيت وزير المالية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمولية الأخيرة وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامي جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي وهو من عكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الاقتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام وزيادة نشاط القطاع الخاص والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع حيث تم عرض الجهود الرمية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضاء في المواني في ضوء التضفقات الأخيرة من العملات الأجنبية أو بزيادة الانتاج المحلي مع السمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية كما تابع السيد الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهدفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المشروعات الانتاجية لسيما الموجهة منها للتصدير كما وجه السيد الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة من حيث السيطرة على التضخم مع التركيز على الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري ويصهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة ترجمة نانسي قنقر